التقى 150 شابا من دول العالم المختلفة تحت شعار عالم أفضل بالشباب وذلك ضمن منحة ناصر في نسختها الرابعة التي تأتي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف منحة ناصر إلى نقل التجربة المصرية التنموية عن طريق ندوات تثقيفية وزيارات ميدانية للمجال السينيابية والأماكن السياحية لبناء جسور التعاون بين شباب العالم 150 شابا من دول العالم المختلفة بخلفيات ثقافية وسياسية واجتماعية متنوعة مقسمين على 11 مجموعة تجمعوا تحت شعار عالم أفضل بالشباب ضمن منحة ناصر في نسختها الرابعة التي تأتي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي طبعا ده مشروع مهم جدا يريد كل دول العالم تنخرط في مثل هذه المشاريع هو ده اللي يعرم بين الشعوب هو ده اللي يزيد التفاهم هو ده اللي يزيد الاحترام المتبادل هو ده اللي يزيد التعايش فالمشروع ده نواية جيدة جدا يجب أن هي تكون يعني بداية العمل أكبر وأكبر من مختلف دول العالم تتبنى وأعتقد أن المنحة قدمت تجربة هيلة مشوفنا الفيلم النهاردة حقيقة كان فيه نواحي كثيرة جدا متعلقة بالنهضة في مصر والجمهورية الجديدة وتهدف المنحة إلى نقل التجربة المصرية التنموية عن طريق ندوات تثقفية وزيارات ميدانية للمجالس النيابية والأماكن السياحية بالإضافة لبناء جسور التعاون بين شباب العالم تنفيذاً لستراتيجية مصر 2030 وإفريقيا 2063 للتنمية المستدامة والله طبعاً فكرة المنحة اللي هو زي معزز دور الشباب على المستوى القيادات الدولية والشعبية وفكرة المنحة أصلاً اللي هي تعزيز التفكير المؤسسي والدمج معها مع الدبلوماسية الشعبية ومع دول التعاون جنوب جنوب بشكل عام الحمد لله استفادنا استفادة شاملة بالزيارات اللي احنا قمنا بها في المؤسسات المصرية العظيمة زي أكاديمية الشرطة والكنيسة المصرية وكمان مشيخة الأزهر وقناة السويس خدنا جولة مميزة جداً في قناة السويس وحضرنا برضو مجموعة من جلسات ورش العمل نبالغ سعاد بالمشاركة ضمن فعاليات منحة ناصر القيادة الدولية دفعتها الرابعة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ما رأيناه خلال الفترة الماضية في جمهورية مصر العربية بيعكس جهود الدولة المصرية على تعزيز دور الشباب محلياً ودولياً أهم الأجندة التي اشتغلنا عليها ضمن فعاليات المنحة هي أجندة 20-63 ومناسبة مرور 60 عامة لتأسيس الاتحاد الإفريقي حقيقةً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة هذا الشيء رح يعكس وضع الشباب كثير مما يلقى تفعيل وتعزيز دورهم على الأرض ضمن بلدانهم وتعتبر منحة ناصر للقيادة التي بدأت عام 2019 إحدى الآليات التنفيذية لدعم الكفاءات من الشباب الإفريقي وتمكينهم من خلق رؤية شاملة ومحورية ترتبط بالقضايا العالمية وخطط التنمية المستدامة كريم بيبرز التلفزيون المصري